مدينة تونس سيد بولحسن يعني خارج إلى حد ما بينما نلقاو سيدة مانوبيا في وسط نسيج العمراني للعربية للأخير عادة ما زوايا النسائية داخل النسيج العمراني للعائلي العائلي بينما زوايا كما سيد بولحسن أو سيد محس داخل نسيج تجابي وصناي ثم يعني تيبولوجيا ممكن نلقاوها من الصنفة ذا بالنسبة للدنك هي مصنفة كمعالم وهناك برامج الترميمها وصيانتها كما سيد علي الحطاب فيه برنامج داخلت حتى في الحياة التنشيطية خطر ولدت فيها من هكذا تظاهرات ثقافية ثم تظاهرات ثقافية ثم كما قال طولت في وهذا ربما نقطة اللي تمثى على الأقل خمسين في المئة من مئة الزوايا هي ناحية لا مادية للزوايا نلقاوه أولا موسيقى أو فن صوفي خاص بالزوايا وبالأولياء لا موسيقى حتى أن بعض القطاع الموسيقية ولي عندها سيت عالمي طول سيدي منصور سيدي منصور يعني تغنيت بالإنجليزية وبالإيطالية وحتى فيها توزيع سينفوني وليومنا هذا مزلت سيكون أبال ثم زادة الجانب المادي هي هكي الزردة ما يسمى بالزردة عندها بعض اجتماعي بعض اجتماعي يتمثل لقاء سنوي في مكان هنا بربي نحن نذكر زاوية تسدي قاسم الجليزي اللي تم توظيفها توظيف ثقافي وهي توا مركز مزيين برشا برشا يعلم فيها الخزاف مدرسة خزاف ويصير فيها زادة بقي محافظين عليك الزردة آخر السنة وربطوها مع يوم الخزاف تظاهرة أكثر منها معنا تظاهرة ثقافية ثقافية غاسترونوميك ما نعندها علاقة بالفن الأكل لكن اللي حب نقوله أن الزردة هذية هي تمثل فرصة باش القرى تجتمع يتقابلوا وهو يكون هذيك فرصة نشاط اقتصادي وكل فقراء زي داي نجموا معناتها ياخذوا مكتب من ربي يعني أكيد هذه حاجة زي داي برشا في التأيذر وفي التضامن شكرا لكم يعطيكم الصحة أخيرا نقدموا الكتاب هذا نحب نقدم هذيا خطر جمع لي فيها تقدمنا المعرض تراث نهب تراث نشترجع واللي يدوم الحد 31 مارس في المتحف الوطني القرتاج والدخول يكون مجاني إلى حد يوم 24 لكن في الأثناء اصدر الكتالوج معنا فيه كل المحتويات معنا نقوله المعروض على خطر القطاع هما أكثر من 300 لكن تم عرضهم هما 93 قطاع فقط مدروسين من طرف باحثين مختصين كل واحد في ميدانه وفي مجاله من الفقار للنحط إلى غيره موجود وهو موجود أيضا في المدخل معروض للبيع بسعر شبه رمزي أخيرا ربما بالنسبة لبعض مرتفعة لكن يعطينا فكرة على الأقل على هات تراث أو جانب من التراث اللي يحكينا عليه الأسبوع اللي يفات ترجمة نانسي قنقر